موسيقى عدد الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بالمغرب يرتفع في 24 ساعة بعد تسجيل 106 حالات جديدة والعدد الإجمالي يصل إلى 8408 مصابين في الأخبار دولية وزارة وصحة الإسبانية تعلن عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال 24 ساعتنا الماضية و52% من الإسبان ينتقلون إلى المرحلة الثالثة من مخطط رفع العزل التام في أرياض الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يعلن عن موعد فترة الانتقالات الصيفية والذي تغير بسبب تفشي فيروس كورونا كيف فانتك تختفي بطنجا نشرة الأخبار أهلا بكم يعقد مجلس نواب غدا الأربعاء جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفاهية الحكومية الموجهة لرئيس الحكومة حول سياسات العامة ذلك بدل يومي الخميسة الحدي عشر من يونيو 2020 بلغنا لمجلس نواب فاد بأن الجلسة التي ستنطلق على ساعة الثالثة بعد زوال تنعقد طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضاية نظام داخلي للمجلس ولسيما المواد من 278 إلى 283 منها أضف المصدر ذات أن هذه الجلسة ستعقد طبقا للإشراءات الوقائية الاحترازية المتخدة من قبل أشهزة المجلس أعلنت وزارة الصخان تسجيل 106 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستشد دحت العاشرة من صباحي اليوم ثلاثة ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 8498 ووضحت الوزراء عبر بوابة الرسمية المخصصة لفيروس كورونا عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 7,423 بعد تماثل 15 حالة جديدة للشفاء بينما استقرر عدد حالات الوفيات في 208 حالات وبلغ عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي 367,135 حالة دائما مع وزارة الصخة المغربية حيث أكدت اليوم الثلاثة أنها اقتنى اختبارات الكشف عن المضادات الحيوية لفيروس كورونا المستشد بتكلفة أقل من سعر المتدى والحاليا أوضحت الوزراء في بلاغ لها ردا على ما نشرته إحدى الجرائد الإلكترونية بخصوص كلفة اقتناء هذه الاختبارات أنها اقتنتها ذات جودة عالية بتكلفة أقل من السعر المتداول حاليا الذي يعرف ارتفاع مستمرا موازاة مع تزايد الطلب على هذا النوع منها في هذه الظروف الاستثنائية وسجلت أن الجريدان نشرت معطيات مغلوطة وزائفة حول كلفة اقتناء اختبارات الكشف للمضادات الحيوية لفيروس كورونا المستجد مستعينة في ذلك بنشر وثيقة مزورة وهو فعل يعاقب عليه القانون حسب بناغ الوزر الآن نايلة فقرتنا تواصلية اليومية نخصصها اليوم لأرباب النقل الدولي للبضائع والنقل السياحي ومدى تأثير جائحة فيروس كورونا على هذا القطاع خاصة بعد توقفه بسبب إغلاق الحدود والإشاءة الاحترازية التي تم اتخاذها لمواجهة الوباء بالنسبة لهذه المشكلة التي لدينا تفاجئنا صراحة بواحد القرار بواحد القرار الذي جاءنا بشكل مفاجئ وفيه هذا القرار أنه يمنع منعا كليا دخول الشاحنات المحملة بالبضائع إلى أرض الوطن طبعا استفسرنا على هذه المشكلة رسلنا بوزارة الخارجية وكذلك وزارة السياحة كذلك رسلنا مع رئاسة الحكومة لكن دون جدوى يعني يعطينا أجوبة سوقية والذي استغربنا منه أكثر أنه هذا القرار يستثنيوا منه ليسومي رومورك ليسومي رومورك عفوا بالنسبة للشاحنات الكبار اللي أكثر من 20 طون هنا كمعضوه واحد العلامة استفاهمة علاش بالضبط علاش بالضبط هذي ليسومي رومورك سمحوا لهم أنهم يدخلوا والبلاد واش هذي ليسومي رومورك مش ما عندهم الشافر مني كان سفروا للأمر كيقولون بأنه رأي أنتم عندكم الشافر ممكن يدخلونا كورونا للبلاد ولكن واش هذي ليسومي رومورك خدمين بارتيلي كوموند راح تهما عندهم الشافر ديالهم حتى هما خدمين نفس الخدمة ديالنا طبعا رسلنا الحكومة لكن دون الجدوى وكما كنقولون كمني كان نهضروا على المعاناة ديالنا وعلى التعويضات كيقولون لك وديراحنا كنعطيكم ديك 2000 درهم للشهر واش 2000 درهم للشهر هي اللي غتعوضنا المشاكل ديالنا وكيهنا البعض كيهن البعض ديال الإخوان عندهم شركات اللي رأوهم وصلهم لشارج ديالهم يوميا كتر منت من ألاف درهم باش ينقضوا الشركة ديالهم من الإفلاس كسائر بلدان العالم يحتفل المغرب اليوم العالمي للبيئة وحيث تعتمد المملكة مشموعة من القوانين التي سنها المشرع لحماية البيئة ولحماية المشاكل من أجل هذا الموضوع معنا ودادة العيدوني أسدادة تعليم العالي بجامعة عدم مالك السعدي مناصقة مصر المهنة القانونية والقضائية بكلية الحقوق بيتنجا وصدى وداد مساء الخير بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لكاب فانتكات على هذه الاستضافة بالنسبة لقوانين حماية البيئة فيراد بها مجموعة من القواعد القانونية التي يعتمدها المشارع قاصدا بها تنظيم أي مجال من المجالات المتعلقة بحماية البيئة سواء تعلق الأمر بحماية الوسط الطبيعي أو الصحة العمومية أو الأراضي الفلاحية أو غيرها أي احترام وحماية كل ما تحمله الطبيعة وبناء على هذا التعريف يمكننا نقول بأن القانون البيئي يشمل مختلف القواعد القانونية التي تسعى من أجل حماية مختلف الموارد الطبيعية ومنع الاعتداء عليها وبالرغم من وجود مجموعة من القوانين المتعلقة بحماية البيئة في المغرب إلا أن التلوث البيئي أصبح موضوع الساعة أمام ضخامة القضايا البيئية وتأثيراتها السلبية على التنمية المستدامة بصفة عامة الأمر الذي يثير تساؤلا جوهريا يتعلق بدور التشريع المغربي في المحافظة على البيئة في إطار وحد المنظومة قانونية تتكون من قوانين خاصة بالإضافة إلى مجموعة من القواعد القانونية في نطاق القانون المدني والقانون الجنائي وبالنسبة للتشريعات البيئية في المغرب نجد القانون الإطار الذي هو بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة والذي حدد مجموعة من الحقوق والواجبات تجاه البيئة حفاظا عليها ودرآن لكل إخلال بها كما وضع قواعد واضحة للمسؤولية والالتزام ونظاما للمراقبة البيئية كما رسخ هذا القانون مبادئ أساسية تستوجب ربط التنمية المستدامة بحماية البيئة ومن القوانين أيضا الخاصة بحماية البيئة في المغرب قانون للمتعلق بحماية واستصلاح البيئة والذي يهدف إلى حماية البيئة بوجه عام ووضع قواعد أساسية ومبادئ عامة للسياسة الوطنية في مجال حماية البيئة واستصلاحها أيضا من القوانين الخاصة بالبيئة نجد قانون أو القانون المتعلق بدراسة تأثير على البيئة وتتجلى أهمية هذا القانون في كونه ينصه على إحداث لجان جهوية ووطنية لدراسة التأثير على ضبط المخالفات البيئية وأيضا توقيف كل أنشطة التي تدرر بالبيئة وتقرير إمكانية التقاضي وتقديم الشكايات أمام القضاء أيضا من القوانين الخاصة نجد القانون المتعلق بمكافحة تلوث الهواء والذي يهدف إلى الوقاية والحد من بعاث الملوثات الجوية التي يمكن أن تلحق أضرارا بالبيئة وتجه المشرع في هذا القانون نحو التركيز على الآليات ووسائل المكافحة والمراقبة التي تضمن اتقاء وقوع أضرار تمس بالبيئة كما نجد أن هذا القانون نص على مجموعة من المخالفات والجنح في المواد من 16 إلى 21 منه أيضا من القوانين الخاصة نجد القانون المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها والذي نظم عمليات جمع النفايات واعتمد تخطيط على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي من خلال منظور خاص لتدبير النفايات وكيفية التخلص منها ويضاف إلى القوانين السابقة الذكر القانون المتعلق بالماء وقانون الميثاق الجماعي لجماعات المحلية والذي ينص صراحة على صهر المجلس الجماعي على ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة في الأخبار الدولية أعلنت وزارة الصحة الإسبانية مثلت نين أن إسبانيا لم تستشل أي حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في ظرف 24 ساعة ما جعل العدد الإجمالي لحالات الوفيات منذ تبدء تفشي الوباء في البلاد يستقر في حدود 27.136 بعد عدد الحالات الإصابة المؤكدة بالوباء واللي يعرف زيادة بـ 48 حالة إصابة في ظرف 24 ساعة مما رفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بـ 241.717 حالة ودخلت إسبانيا منذ 14 مايي شهرها الثالث من الحجر الصخي الشامل الذي سيستمر حتى الـ 21 من يونيو وانتقل حوالي 52% من الإسبان اتداء من أمسي الاثنين إلى المرحلة الثالثة من مخطط رفع العزل التام والتخفيف التدريجي للقيود المفروضة في إطار حالة الطوارئ الصخية بينما سيظل سكان باقي المناطق والجهات الأخرى في إطار المرحلة الثالثة دولياً دائماً أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن بيونج يانج ستقطع تباراً من اليوم ترتاء خطوط التواصل السياسية والعسكرية مع كوريا الجنوبية ذلك بعد تهديد الشمال مراراً بقطع التواصل مع الجنوب إذا لم توقف سيول إرسال ناشطين والمنشورات المعادية عبر الحدود وقالت الوكالة أن بيونج يانج ستقطع التواصل الكامل وتغلق خط الارتباط بسلطات الشمالية والذي كان قائماً عبر مكتب الارتباط بسيول كما ستقطع كل الاتصالات الأخرى وذلك اعتباراً من التاسع من يونيو وكانت كوريا الشمالية قد حددت الجمعة الماضية بإغلاق مكتب الارتباط مع الجنوب إذا لم تمنع سيول ناشطين من إرسال منشورات إلى الشمال مناقضة للنظام الشلوعي في الرياضة أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أمسية الاثنين عن موعد فترة الانتقالات الصيفية الذي تغير بسبب تفشي فيروس كورونا وحسب البيان الرسمي للاتحاد الإيطالي فإن فترة الانتقالات الصيفية ستتم بين الفاتح من شتنبر والخامس من أكتوبر المقبلين فيما من المقرر أن تكون فترة الانتقالات الشتوية بين الرابع والحدي والثلاثين من يناير المقبل وتوقفت منافسات الدوري الإيطالي في التاسع من مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ومن المقرر يستنفها في العشرين من يونيو الجاري بإقامة أربع مباريات مواشرة عن دورة الخامسة والعشرين تليها دورات الثانية عشر المتبقية من الموسمة بأخبار رياضة كعادتنا ومشاهدنا ننهي هذه النشرة الأخبارية شكرا لكم على طيب الإصغاء والمتابعة لمزيد من أخبارنا تفضلوا بزيارة موقعنا الإلكتروني كاب 24.TV دمتون في حفظ الله ورعايته إلى اللقاء اشتركوا في القناة